بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد إلينا في دار الإفتاء المصرية على صفحاتنا على الفيسبوك سؤال يقول هل يشعر الميت بزيارة أقاربه له أقول وبالله التوفيق لا ينبغي للعبد أن ينقطع عن زيارة المقابر النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها فإنها تذكر فالعبد إذا ما زار القبور تذكر أن هذه هي آخر رحلة الإنسان التي يبدأ بعدها باللقاء الله سبحانه وتعالى والعبد لا ينبغي له أن ينقطع عن زيارة أبيه أو أمه ولكن من آن لآخر يذهب إلى المقابر ويدعو لموت المسلمين ويدعو لأقاربه والإمام الألوسي ألف رسالة في هذا عن مسألة سماع الأموات والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أنه ما من مسلم يمر بقبر أخيه ويسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام والإمام ابن الجوز رحمه الله تعالى في رسالة له تكلم عن مسألة زيارة الكبور وذكر أثرا عن امرأة صالحة جاءت لولدها في المنام وقالت له يا بني لا تنقطع عن زيارتي فإني أبشر بمجيئك لزيارتي وأنت على القنطرة فالإنسان لا ينبغي له أن ينقطع عن زيارة أقاربه وليعلم أنهم يحسون به فيسلم عليهم ويرضون عليه السلام كما بيّن الحبيب العدنان صلوات ربي وسلامه عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته